الرياضة الجزائرية في سنة 2015 ستكون تحت المجهر السبت المقبل بمناسبة الندوة الصحفية التي سيعقدها رئيس الفاف محمد روراو وذلك بملعب خمسة جويليا للحديث عن كل ما عشته الاتحادية الجزائري لكرة القدم من نجاحات وإخفاقات ومن مداخل مالية ومصاريف طيلة الاثنى عشر شهرين الماضية الحديث الأبرز لروراو سيكون حول الجانب المالي الذي لطالما تحدث عنه في كل خرجته الصحفية حيث لا يمكن الشروع في استحقاقات جديدة دون الحديث عن مجنته الفاف طيلة السنة الماضية وعن الأموال التي تم صرفها والإمكانيات التي تم وضعها تحت تصرف المنتخبات الوطنية والكرة الجزائرية بصفة عامة سنة 2015 كانت حافلة بالأحداث الرياضية ولعل المتعلقة منها بالمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول ستكون موضوعا للنقاش خاصة مشوار الخضار في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015 هذا وستكون الفرصة مواتية للحديث عن تصفية كاني 2017 المقررة في القابون واقتراب المنتخب الوطني من التأهل فضلا عن التأهل التاريخي للمنتخب الأولمبي وما ينتظره في ريو البرازيلية إذا كانت إنجازة الكوروية في سنة 2015 الحدث الأهم الأكيد أن قضية المنشطات كانت الفضيحة الأبرزة والتي سيسلط عليها الضوء روروة فضلا عن موضوع التكوين وضرورة فتح مراكز التكوين بالنسبة للنوادي الندوة الصحفية لروراوة ستكون فرصة سنحة لتقييم السنة الماضية والحديث عن الاستحقاقات القادمة بما أن روراوة لا يعقد ندوة صحفية إلا مرة واحدة كل نهاية سنة في انتظار أن يكشف رئيس الفاف عن خبايا أخرى